السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال بيسأل ايه الفرق لما اعمل من خلال ان انا عندها المانج ست ممكن ان انا اعملها من خلال السيرش او من خلال ان انا اعمل سيف سيليكشن ايه الفرق الفرق بالاتنين ان انا اللي عملت سيليكشن على جزء وليكن مثلا خلينا نعمل سيليكت على الكريين دوت والطوله اعملي سيليكت على كل الكريين والطوله سيف سيليكت كده لو انا اضفت واحد كمان او عملته كوبي او اي سبب واحد فيهم جيه كمان ما بش هيشوفه وش هيقراه انما لو عملته من خلال السيف سيرش وعملت سيرش هوت اولترو فاند ايتيم والطوله ان انا عايز ادور على حاجة معينة فهو عنده القاعدة دي ان انا بقول له دور على كل الكريين فلو انا اضفت الكريين هيتضاف معايا للسيليكشن او السيت ديت فيبقى موجود معايا انا لو اضفت خمس ست خلاص هو هيعرف ان الخمس ست دول موجودين معايا فدي فرق يعني مثلا لو قدت بص هنا العلامة بتاعت السيف سيليكشن دي الخمس ست اللي موجودين ملوش جعب اللي هيضافك ديت انما السيرش وعنده القاعدة لا بلاش كلمة القاعدة قاعدة طلب انا شايف عنده رولس ان هو بيدور على الحوايت او بيدور على الاعمدة او بيدور على الكاميرات فلو تم اضافة ليهم خلاص هو بيبدأ شوفهم يعني فرض ان حتى كان شغال وشال حيط وحط حيطة مكانها او عمل ريبليس لحاجة انا مش دعوة بالحاجة اللي هي دعوة بالقاعدة اللي موجودة يبدأ ان هو يعمل عليها سيرش ويبدأ ان هو يستخدمها سواء انت عايز تستخدمها في الفور دي او في الكريش ديتكتيف او في اي حاجة من الحاجة الحاجات الخاصة بيه الشغل التاني